حدثنا سفيان بن عيين تقال حدثني كثير بن كثير بن المطالب بن أبي وداعة سمع بعض أهله يحدث عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهمين والناس يمرون بين يديه وليس بينه وبين الكعبة سترة وقال سفيان مرة أخر حدثني كثير بن كثير بن المطالب بن أبي وداعة عمان سمع جده يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهمين والناس يمرون بين يديه ليس بينه وبين الكعبة سترة قال سفيان وكان ابن جريج أخبرنا عنه قال حدثنا كثير عن أبيه فسألته فقال ليس من أبي سمعته ولكن من بعض أهلي عن جد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مما يلي باب بني سهمين ليس بينه وبين الطوافي سترة حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني كثير بن كثير عن أبيه عن المطالب بن أبي وداعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من أسبوعه أتى حاشية الطوافي فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافي أحد حثن إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد عن جعفري بن المطالب بن أبي وداعة السهمي عن أبيه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد فيها وسجد من عنده فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد ولم يكن أسلم يومئذ المطالب وكان بعد لا يسمع أحدا قرأها إلا سجد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد عن المطالب بن أبي وداعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في النجم وسجد الناس معه قال المطالب ولم أسجد معهم وهو يومئذ مشرك قال المطالب ولا أدعو السجود فيها أبدا ترجمة نانسي قنقر